تقع نيجيريا في الوسط الغربي للقارة الإفريقية تشارك في حدودها السياسية مع كل من دول الكاميرون والنيجر وبنين وتنفتح جنوبا على المحيط الأطلسي وتعتبر نيجيريا أضخم دول القارة سكانا كما يعيش هذا البلد مفارقة كبيرة فهو يعاني ضعفا تنمويا رغم الغنى الطبيعي الذي يتمتع به وهذا ما يجعل منه نموذجا تنمويا فريدا سنقوم في هذا اللقاء بدراسة هذا النموذج من خلال الإجابة على الأسئلة التالية مع مظاهر الغنى الطبيعي والضعف التنموي بنيجيريا وما العوامل المفسرة لعدم استفادة هذا البلد من غناه الطبيعي وما المجهودات التي تبذلها الدولة النيجيرية لمواجهة هذا الضعف وللإشارة فهذا الدرس هو الحادي عشر في ترتيب دروس برنامج مادة الجغرافية لهذه السنة تتمثل مظاهر الغنى الطبيعي بنيجيريا من خلال توفر هذا البلد على موارد طبيعية متنوعة من أبرزها البترول والغاز الطبيعي الذين يحتل في مخزونهما مراتب متقدمة عالميا إلى جانب توفره أيضا على ثروة غابوية ومعدنية مهمة تمثل الأراضي الصالحة للزراعة نسبة مهمة من مساحة البلاد وهذا ما يسمح بتنوع الإنتاج الفلاحي ومكن البلد أيضا من تبوء مراتب متقدمة عالميا على النقيد من ذلك تعيش نيجيريا ضعفا تنمويا يمكن ملامسته من خلال تدني مستوى التنمية البشرية به بفعل تواضع معدل الدخل الفرضي ومتوسط سنوات الدراسة وضعف أمل الحياة يعود عدم قدرة نيجيريا على الاستفادة من غناها الطبيعي إلى عدة عوامل من بينها التزايد السريع للسكان والذي يحد من فعالية برامج التنمية التي لا تستطيع مجارات هذا النمو المتسارع سياسيا يعاني هذا البلد من غياب الاستقرار السياسي وانتشار أعمال العنف الطائفي بين المسيحيين والمسلمين والتهديدات المستمرة للجماعات الإرهابية إلى جانب انتشار الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية ويضاف إلى العوامل السابقة سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على قطاع المحروقات وعلى الفلاحة التسويقية تبذل الدولة النيجيرية مجهودات كبيرة لتحقيق التنمية والاستفادة من هذا الغنى وذلك عبر إنشاء صندوق سيادي يمول من عائدات النفط والغاز ومحاربة الفساد وتطوير قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والبنية التحتية وتوفير فرص الشغل بدأت بوادر هذه الإجراءات تظهر جليا في الاقتصاد النيجيري لكن يبقى البلد بعيدا عن ردم الهوة التي تفصل بين الغنى الطبيعي الذي يميزه وبين الضعف التنمو الذي يعاني منه